السلام عليكم ومحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سلام بيوتي كنتم بنا تكونوا الاخير فيديو اليوم ان شاء الله غد نهضر لكم فيه على فوال الصوية او لحبوب الصوجة غد نهضر لكم على فوائدها للمرأة اكيد فوال الصوية عنده فوائد كثيرة وعديدة سواء كانت صحية او لا تجميلية ولكن اليوم غد نهضره فقط على فوائده للمرأة اللي غد يتخليك ما تستغنيش على التناول ديال فوال الصوية قبلنا بدأوا فيديو ديالنا كان اردار لكم كاملين تنضموا العائلة ديالنا سوى اليوتيوب غدي تشرفوني طريقة جيدة سهلة معلكم الا تابنوا في القناة تفعلوا زر الجرس وما تبخروا شرية بلايك ديالكم بالبرتاج وكذلك بالتعاليق اذا غزلت ديالي غدي نبدأوا فيديو ديالنا على بركة الله ولكن قبل بتنوضح واحد النقطة بخصوص الفيديو السابق حطيت لكم في ديك الاعشاب ديال الشعر بزاف ديالناس لاحطي بأنهم سهولوا على السلمية السلمية او لا الميرامية وانا قلت الاسم الثاني ديالها في الفيديو قلت لكم الميرام ديال بالنسبة الناس اللي ما عرفوهاش ارى موجودة كتبع عند ملي النعناع الناس اللي كي بيعون نعناع علاش لانه اغلبية الناس كيشربوها كيخلطوهم عن نعناع وكيشربوها في أسايا ديالهم وكيلي كيشربها بوحدها كتليق اللوجاع كتليق الهرمونات بالنسبة للنساء اللي كتأخر عليهم هكا الدورة الشهرية كيلي كيشربها على قبل هاد الغرض هادا عند فوائد صحية وكذلك فوائد تجميلية كتليق التهيوج البشرة وبالزاف ديال حويجات زوينين فالناس اللي بغان يعرفو فين غادي يلقاوها كيلقاوها عند ملي النعناع كتبع عندهم خضرة واللي بغاها يابسة بحل دات انا في الفيديو راه على فكر الاعشاب كلها كانت يابسة ما خصاش نديوش حاجة خضرة غادي تخسر لنا بطبيعة الحال كل اعشاب كانت يابسة اللي بغاها يابسة غادي يلقاها عند العطار واللي بغاها خضرة رقيقها عند ملي النعناع كان هذا فقط توضيح بخصوص سلمية لانه لقيت بزاف ديالناس ما كيعرفو شو صراح استغربت انا قلت زمائي المعروفة قال لانه الناس كفت لكم كيشربوها ما اتي ودبا غادي ندخلوا لموضوع ديالفيديو ديالنا دياليوم اللي هو فول الصويا وفوائدها للمرأة اول فائدة بالنسبة لفول الصويا للمرأة افضل بالحال انه كيساعد على تقوية العظام من المعروف ان المرأة اكتر عرضة للاصابة بها شاشة العظام خاصة مع تقدم عمر وقد يساعد فول الصويا او مستخلص صويا على زيادة كتافة لمعادن في العظام وبالتالي كيبطأ لنا فقدان كتلة كتلة العظام في مرحلة انقطاع الطمط او لا بعدها يؤخر علامات الشيخوخة تحتوي حبوب صويا على مادة الإيزوفلافون التي تساعد على تقليل ظهور التجاعيد الناتجة عن اشعة الشمس حيث تساعد هذه المادة على تحسين مرونة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة يخفض من خطر الاصابة بسرطان التدي يمكن ان يساعد فول صويا على تقليل فرص الاصابة بسرطان التدي او تكرار الاصابة به بالنسبة للنساء اللي سبق لهم مروا بهذا المرض يقلل من اعراض سن الياس تتوفر حبوب صويا على مادة الإيزوفلافون كيف سبق لي قلت لكم هذه المادة عندها بزبج الفوائد بالاضافة او من بين الفوائد ديالها انها كتعمل عامل هرمون الاستروجين اللي كنقص بعد غياب الطمط او بعد انقطاع الدورة الشهرية فكتعمل على تقليل الهبات الساخنة او لديك الفيضة اللي كنقلوك يحس بها اغلب او لمعدة النساء في سن الياس من بين فوائد فولس صويا ايضا انه يساعد على زيادة الوزن بحيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والبروتين يعتبر وحدة اساسية لبناء الكتلة العدلية في الجسم ومن بين اهم فوائد فولس صويا انه يساعد على ابراز وتكبير المناطق الانتوية لانه يحتوي على الاستروجين النباتي ويعزز افراز هرمون الاستروجين الحيواني وهذا المادة هادي او لهذا الهرمون هذا من بين اهم الحويجات اللي كتساعد على ابراز المناطق الانتوية يعني الصدر المؤخرة وكذلك الارداف وكتساهم بشكل كبير في التكبير ديالها والنحن ببداية ستكون سالات في فيديو اليوم وما بدش نطول عليكم بغدك شي يكون خفيف دريف ويكون المختصر المفيد كنظن بان هادي المعلومات هادي لطيتكم اليوم غادي تخليكم كنساء ما تستغنوش على تناولكم لفول الصويا تنتلقاوا ان شاء الله في فيديو جيدا كنقول لكم قول ما تخرجوا دعموني بلايك ديركم بالبرتاج والفيديو باش تعمل فائدة وكذلك بالتعليق زوينة تسلو في ريوسكم كان نرغيكم بزاف بسلام عليكم